حالة من الشك تسود البلاد حول إعادة فتح المدارس الابتدائية في الأول من الشهر المقبل تنفيذاً لإجراءات تخفيف الإغلاق العام التي أعلنها رئيس الوزراء بوريس جونسون عدد من المجالس البلدية في إنجلترا انضموا إلى قائمة رفض إعادة فتح المدارس بعد حوالي عشرة أيام من الآن من بينهم مجالس بلديات تابعة للمحافظين معتبرين أن الوضع الحالي لا يسمح بذلك ومتمسكين بالحفاظ على إجراءات السلامة هذا الموقف سبقه دعوة نائبة المستشار العلمي في الحكومة البريطانية أنجيلا ماكلين لتطبيق نظام التتبع بشكل فعال قبل الانتقال للمرحلة الجديدة من إجراءات التخفيف في حين وصفت نقابة المعلمين إجراءات الحكومة بالمتهورة مطالبة بعدم توجه الطلاب للمدارس إلا في حال وجود شروط الأمان غير المتوفرة حاليا ازدياد رقعة المعارضين لخطة بوريس جونسون جعلت الحكومة البريطانية تقول إن خريطة الطريق واضحة بأن الأول من يونيو هو أقرب وقت ينبغي إعادة فتح المدارس فيه مما أدى إلى تكهنات بأن الحكومة بدأت في التراجع في مواجهة الرفض العام لخطتها ترجمة نانسي قنقر